اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم يعني لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل نعام إذن فنتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معانا خلال هذه الساعة الإذاعية اللي بعد الإعلانات استوات عشرين دقيقة يمكن من الساعة خاصة يوم أي من سرحيل هو بخرجنا بعد ما ندري متى نطلع على هو ومتى شسمه يعني خمس دقائق تكلمنا وطلعنا فاصل عموما سؤال مسابقتنا الرمضانية اللي تقام يعني برعاية من مستشفى الزهرة بدبي سؤالنا سهل جدا 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 الإجابة بتسمعون حتى في الفاصل يوم نطلع الفاصل في البرنامج بتسمعون الإجابة من ضمن إعلان راشد ولطيف عموما سؤال شو يقول عند تعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى أقرب مركز صحي طوارئ المستشفى ولا صيدلية أسهل من شي ما فيه لكن السؤال ما نبغي هنا في الانستجرام الإجابة لا نبغي الإجابة على 4006 طرشون إجاباتكم على 4006 مع الاسم الثلاثي ما حد يقول لي الإجابة رغم واحد ولا ثنين لا يكتب لي مركز صحي طوارئ صيدلية أسهل من تيفي ما عشي أسهل عن شذا عموما دراستنا اليوم شو تقول يتفق معظم الآباء والأمهات على أن الأطفال يرفعون مستويات التوتر لديهم ويبدو الآن أن إنجاب أكثر من طفلين يمكن أن يضر بصحة الأمهات بشكل كبير ووجدت دراسة أجرتها جامعة كامبرج أنه كلما ازداد عدد الأطفال لدى المرأة ارتفع خطر تعرضها للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية وفشل عضلة القلب ويبدو أن النساء اللواتي أنجبنا خمسة أطفال أو أكثر كنا أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بنوبة قلبية خطيرة في الثلاثين سنة التالية من حياتهن مقارنة بالنساء اللواتي لديهن طفل واحد أو طفلان ويشير الباحثون إلى أن الحمل والولادة يزيداني الضغط على القلب في حين يرفع الأطفال من جهد الأمهات مع غياب القدرة على الاتناب بأنفسهن وبهذا الصدد قالت الدكتورة كلير أوليفر وليامز من جامعة كامبرج تقول نعلم أن الحمل والولادة يضعان ضغطا هائلا على القلب وأن تربية الأطفال يمكن أن تكون مرهقة للغاية أيضا ودرس باحثون من كامبرج ونورث كارولينا بيانات أكثر من 8000 أمرأة في الولايات المتحدة تتراوح عمرهن بين 45 و 64 سنة وارتبط وجود خمسة أطفال أو أكثر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30% وهو سبب رئيسي في الإصابة بالنزمات القلبية ووصلت لنسبة للمهات اللواتي كنا أكثر عرضا للإصابة بسكتة دماغية إلى 35% كما أن 17% منهن أكثر عرضا للإصابة بفشل القلب ووجد الباحثون أن النساء اللواتي أنجبنا ما بين 3 و 4 أطفال من المرجح تعرضهن لآثار صحية خطيرة ولكن الزيادة الأكثر أهمية سجلت لدى اللواتي أنجبنا 5 أطفال أو أكثر كما وجدت الدراسة أن النساء اللواتي تعرضا للإجهاض لديهن مخاطر أكثر بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب وأن 45% منهن أكثر عرضا للإصابة بقصور القلب ومن المرجح أن يكون هذا الأمر نتيجة لمشاكل صحية كاملة تزيد من فرص فقد الحمل وخلافا للدرسات السابقة التي أشارت إلى أن الرضاعة طبيعية ساعدت في الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية وجد الباحثون أن هذا الأمر لم يكن له تأثير على صحة القلب لدى الأمهات وسيتم تقديم الدراسة في مؤتمر الجمعية البريطانية لأمراض القلب والأوعية الدموية في مانشستر أنزيح أعلق يعني هاي الدراسة في أمريكا بس لو سواها في الإمارات عندنا ولا في الخليج النتائج بختلفة تماما اللهم لك الحمد ها واللي إذا نعتمد هذه الدراسة نعتمد حق الريال أربع حريم مفروض هاي اللي ما ترون متيب إلا ولدي طفلين بس بتقول لي أزمة قلبية وما دلك هذا خلوا الريال يأخذ عليكم بس في أمريكا وين نحن في حدي يب خمسة وستة في أمريكا معظمهم ما شاء الله يعني واحد واثنين هذه دياب ثلاثة كان كثر لأن أردي أصلا الزواج عندهم متأخر ما يزوجهم في في سن مبكرة حليل همي والله ما شاء الله يعبة هداعش اللهم لك الحمد الله يتكره بالخير لا أزمة قلبية ولا ها حموما الحمد لله دكتورة ندا محد بعد بعد نعلقت على الدراسة ما أدري شو ما تقول أبونا أطلع فاصل بعد الفاصل المستمعين أولا قبل الفاصل خلونا نذكركم بسؤال المسابقة نزيل وبعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن الأفطار والسحور الصحي للأم المرضعة عشان تقدرين تيبين أربعة وخمسة وستة وعشرة إن شاء الله تعالى عموما السؤالنا شو يقول عند تعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى واحد من غير واحد ولا اثنين إلى أقرب مركز صحي إلى طوارئ المستشفى إلى الصيدلية الإجابة على أربعة صفر صفر ستة فقط هنا نستخدم أو نستقبل الإجابات على الإنستجرام ما نستقبل الإجابات بارك الله فيكم فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة واحد أربعة واحد أربعة وسؤال مسابقتنا لنستقبل إجاباتها على عبر الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة سؤالنا يقول عندما يتعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى أقرب مركز صحي طوارئ المستشفى ولا الصيدلية لإجابة على أربعة صفر صفر ستة ومعانا ثنين فايزين واحد يفوز به خمسمائة درهم كاش أو نقدا مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي والجائزة الثانية أيضا عبارة عن قسيمة فحوصات الفي آي بي أو كبار الشخصيات تقدمها هذه القسيمة بألف درهم تقدمها يقدمها مستشفى الزهرة بدبي كذلك إذن يعني وايد قاموا يحلقون على موضوع الدراسة اللي تكلمنا فيها في بداية البرنامج هذه أم نادية تقول أنا أنجب ستة لا أزمة قلبية ولا شيء الله يحفظ تقول مريم أمي في ديتها يا بتنا نحن سبع تاش وأجهزة مرتين بس اللهم لك الحمد هي بخير وعافية الله يطول عمرها أمين يا رب تقول أنا عن نفسي أثنين يكفون الله يخليهم ويطرح فيهم البركة آمين شو الجواب؟ عطيناكم خيارات زين الدكتورة لو كانت موجودة بتعترض على التعدد يعني الريال يأخذ أربعة شو السؤال؟ قلنا السؤال من شوية هو عادي لو يبجلطة وسكتة وأزمة صحية يأخذ والحرين بيعيشون بصحة وسعادة نحن برنامجنا صحة وسعادة زين السؤال قلنا ما نعيده بعد قبل أن نطلع الفاصل إن شاء الله ولكن الآن نصدف معانا في السوديو لخت مي المهيري خصائية التغذية بهية الصحة بدبي بتكلمنا عن أفطار وسحور الأم المرضعة الصحي صباح جلال بالخير صباح اللي ورسل اختيمي يعني رمضان بالنسبة للأم المرضعة هل ممكن أن الحليب عند الأم المرضعة يخف بسبب صيام رمضان ولا يصير فيه أي تغيرات عليها؟ هي ممكن لأن فترة الصيام ما شاء الله عنا طويلة 15 ساعة فهم بس عندهم فترة كثيرة عشان يعودون الجسم بالعناصر الغدائية والسوائل فإذا قلت في هالفترة ممكن تأثر على كمية الحليب انتاج الحليب شو هي الأكلات اللي أنتوا دايما تنصحون للأم المرضعة مو بأنها تأخذها ما نتكلم عن الأكلات اللي المفروض هي تأخذها ولكن الأكلات اللي هي تتجنبها أصلا عشان ممكن تحافظ على الأرضاع وأنها تحاول أن تكون ممكن أن تصل إلى الكمية المطلوبة للطفل تتجنبها؟ ما في شيء معين تتجنبها لكن إحنا دايما نحرص على أنها تأخذ كميات كافية من السوائل عشان ما يقل عندها الحليب وبعدين يأثر على الطفل والأشياء اللي هي تأخذها وتسبب زيادة فقد السوائل مثل الأملاح يعني في طول اليوم تأخذ أشياء فيها كميات أملاح عالية بس ما في شيء معين تتجنبها ننزي طيب شو الأشياء اللي المفروض تأكلها؟ أو تعتمد عليها الأم المرضى؟ الحين لأننا نحن تعرفين فيه وائد في تراثنا وفي شسمنا فيه وائد مواضية كانوا يقولون أن تزيد الحليب وزينة حق الأم المرضى أو شذا أول شيء أهم شيء طبعا حق الأم المرضى حق كل الناس أننا دايما ننصحهم بالتغذية الصحية يعني يأخذون غذاء صحي متوازن من كل المجموعات الغذائية خلال اليوم بالنسبة للأشياء التراثية اللي أنت كنت تقول عنها للأمهات فيه أشياء أثبتت علميا مثل الحلبة واللي ينسونها الأشياء تزيد من إدراء الحليب فأحنا ننصح الأمهات أنها يأخذونها في هالفترة عشان ما يعني تساعدهم على زيادة إدراء الحليب طيب أحيانا فيه أشياء ممكن يعني نسمع دايما نقول أن الأم المرضى إذا كلت شغلات معينة هذا يطلع في الحليب مالها أو يعني حتى من الريحة من المكونات الغذائية ما أدري كذا هل هذا كلام سريم؟ صح جزء من الغذائي اللي تأخذ الأم يصير في الحليب يعني إحنا دايما نصح أنها تأخذ عناصر غذائية قيمتها الغذائية عالية عشان الجزء منها بيصير في تكوين الحليب فصح كل شيء تأخذ يصير في الحليب فمثلا في أمهاتو تقول مثلا أنا أخذ البقوليات والبيبي يعني يستوي لمغاس والغازات وهالأشياء ففعلا يعني إحنا لما تقلل منها تخف عند الطفل هالأعراب طيب يعني الحين إذا بتكلم عن الأمور اللي يعني لازم تنتبه لها الأم المرضعة وخاصة في رمضان شو ممكن نذكر بعض الأشياء اللي أول شيء وأهم شيء أهم شيء أهم شيء سوائل يعني لازم تحرص الأم أنها تأخذ احتياجاتها من السوائل من تفطر إليه وقت السحور وما تقل عن 12 كوب في اليوم القهوة والشاي القهوة والشاي مسموح فيها بس كثرتهم يزيد على فقد السوائل يعني هو ساعد على إدرار السوائل فكثرتهم مبزينة في هالفترة تحرص أنها تأخذ كمية كافية من السوائل وطبعا الشربات والعصائر الطبيعية يعني بشكل معتدل بعد هذه تزيد من نسبة يعني هاي تعتبر من السوائل طيب الحينة يقول لتش يعني خلني أسأل سؤال للمستمعين بعد بس أسأل المكسرات والأم المرضعة لابد أن تتجنب لها الأم لتلاشي حساسية الطفل هذا إذا الطفل عنده حساسية إذا عنده وإذا ما عنده لا عادي عادي ها؟ عادي أنزيل الله بسمه الآن العدو الرئيسي بالنسبة للمرأة أنزيل يعني غير أن ريال يأخذ عليها زوجة ثانية أن الوزن بعد الحمل بعد الإنجاب الوزن مالها كيف ممكن أن هي تحافظ على وزنها في نفس الوقت الرضاعة الطبيعية مليون مرة نحن ذكرنا في برنامجنا أن الرضاعة الطبيعية تساعد المرأة على حتى تحرق الدهون عندها ويعني زيادة على هذا الكلام أن المرأة المرضعة تحتاج سعرات حرارية زيادة حتى لما تكون هي حابل يعني خلال الحمل تحتاج من 300 إلى 400 سعرات حرارية لكن لما هي ترضى تحتاج 500 سعرات حرارية زيادة على احتياجاتها لأنها تحرق أصلا 250 يعني أنها عملية إنتاج الحليب وهذه الطريقة كلها تحتاج شعرات حرارية عالية في هالفترة يعني تحافظ على وزنها بالأكل الصحي بس مايس يتقلل من الأكل من الأكلها هي لأنه يأثر على الحليب طيب أحين إذا قد تبغي مثلاً نظام غذائي جيد للأم المرضعة في رمضان شو ممكن تأكل على الفطور وشو ممكن تأخذ على السحور أوكي بنبتدي بالسحور بشكل أوكي بشكل عام أهي وما بيختلف ويد عن الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي بالضبط إحنا دايباً ننصح أنه يخلون أشياء فيها حبوب كاملة ها بنسبة للنشويات يعني عن خبز الأسمر الشوفون الكورنافليكس هالأشياء كلها تحتوي على ألياف والألياف تحسس الإنسان شوية بالشبع فترة أطول أوكي ثاني شيء أشياء فيها ألياف بعد اللي هي الخضروات والفواكه اللموز التمر التفاح كل هالأشياء فيها نسبة ألياف عالية ممكن بعد تأخذها في وقت السحور الأشياء وطبعاً تحرص أنها تأخذ سوائل ممكن تأخذ لبن متأخذ حليب أشياء تجنبها في وقت السحور الأملاح العالية الحليب ممكن يكون لها أعراض على الطفل أو حتى على الأم يعني ممكن حتى انتفاخ سويدها وللأطفال إذا هي عندها مشكلة صحية عند الأطفال حكة مثلاً وطفاح هذا إذا عند إذا مثلاً الطفل عنده حساسية من الحليب من اللاكتوز ممكن يأثر لكن إذا ما عندهم مشاكل صحية فم مشكلة وممكن يستبدلونها باللبن إذا عندهم مشاكل صحية يعني إذا يأخذون الحليب يعني يتعبهم يحاولون على البن أو الرب ممكن طيب شو عن العلاجات العشاب الطبيعية هذه أو الشغلات اللي فيها عشاب مثل الحلبة الحلبة والينسون هذا يعني أثبت علمياً أنهم هم يزيدون من كمية إدراء الحليب ممكن يأخذونهم وشو بعد عشاب عندنا زينة بابونت ممكن بابونت زين بابونت يقولون زين فرمضان يعني حتى حتى حق الهضم يعني أنا أخذ لي كاسك اليوم يعني في هذا مشكلة الانتفاخ في البطن هذا حال أن يصدمونك المعدن لا أنا أنا ما أصدم المعدن أنا أنا ما أصدمها وتشدد وأصدمها شو بيستوي فيها والله العالم لكن أستغرب والله نحسد هذين الناس يعني على الفطور دكتورة دشة وجامد من يقول الله هو أكبر دشة وجامد يتعبون لازم يعني شي بته الدريج أنا والله ما أدري ما أدري شك هيتحملون تقول أنا وزني ما ننزل أبداً بعد الولادة بغيت أعرف شو اللي يخلي الوزن يثبت وكيف أنزل الوزن ممكن تستشير أخصائي تغيير لكن يعني زيادة أقصد تبعات الوزن هو بسبب شي يا قلة الحركة أو أنه هي تاخذ احتياجاتها نفسها اللي تاخذها تحرقها فما في شي زيادة تحرقها عشان ينزل وزنها يعني ممكن هي تحتاج 1500 سعر حضارية لكن اللي يستتأخذ ويستبيد من الجسم هو 1500 فما في شي الحبوب المكملات الغذائية ننصح فيها الأول ستة شهر من القلافة لما يكمل الطفل ستة شهر ممتاز نحن شكري للشختي مي المهيرة خصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي ونتمنى لكم التوفيق دائما ويعطيكم ألف عافية الله يعافيك فيها مشكورة مشكورة يمي الله سلام إذن مستمعين نذكركم بسؤال مسابقة عند تعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى أقرب مركز صحية والطوارئ المستشفى والصيدلية على 4006 من أسحب على ثنين فايزين معانا الفايز الأول بيفوز ب500 درهم نقدا والفايز الثاني بقسيمة الفحوصات الـ VIP لمستشفى الزهرة بدبي قيمتها ألف درهم ففاصل وراجعين بإذن الله صحة وسعادة سأل الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة مستمعين ما نخبركم بسؤال مسابقة عندنا لما نستقبل إجابات إجابة السؤال على 4006 زين وعندنا 10 دقائق إن شاء الله وما نوقف السحب أو ما نوقف يعني السحب أو اختيار لهذا على الأسماء اللي بيدخلوا معانا السحب إن شاء الله وإن شاء الله فهمت وأنا شو قلت أنا روحي يحس أني أنا ما فهمت أنا شو قلت عموما عند تعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى أقرب مركز صحي ولا إلى طوارئ المستشفى ولا إلى الصيدلية الإجابة على 4006 وما نسحب على ثنين فايزين من خلال الجوائز المقدمة من مستشفى الزهرة بدبي 500 درهم نقدا والجائزة الثانية عبارة عن قسيمة الفحوصات طيب عام زايد ومبادرات زايد ويوم زايد للعمل الإنساني وزايد يعني غرس فينا حب الخير وغرس فينا حب العطاء وغرس فينا حب التطوع وغرس فينا يعني الكثير من القيم الإنسانية الكبيرة اللي يعني خلتنا نحرص على عمل الخير فالله يرحم زايد وإن شاء الله يا رب يعني تكون كل هذه الأعمال في ميزان حسناته وتكون مثل الوقف اللي ما يوقف لهذا الرجل اللي يعني الكلمات ما توفي حقه طيب هيئة الصحة بدبي عندها العديد من المبادرات خلال عام زايد وأيضا في الكثير من الأمور من هذه المبادرات يعني مكثفة في شهر رمضان فالخير إن شاء الله يعني يكون أكبر في شهر رمضان معانا الساس سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي طبعا الساس سالم أن أقول البس السماعة مبطائع البس السماعة ليش ما تسمعني كذا زي ممكن يكون ينطصال ولا شي إذا يعني حط السماعة إن شاء الله عموما ما هي المبادرات اللي تسويها الهيئة خلال شهر رمضان بمناسبة عام زايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المداية طبعا إحنا كثفنا شكل ما قلت فيه بعض المبادرات في شهر رمضان اللي هي المبادرات الموسمية نحن نسميها مثل المير رمضاني مثل الأفطار صايم الأفطار عندنا نحن الفطور والعشاء أو السحور يعني للموظفين أو مرتادي مستشفيات الهيئة على فترتين وطبعا الفطور أو المير بدينا من أول من نهاية شهر شعبان الأول أسبوع من رمضان تم توزيع أكثر من خمسمائة سلة غذائية للأسر المعسرة يعني والحمد لله كانت سهلة وكانت المواد كلها متوفرة وبدأنا من أول رمضان طبعا شكل ما تقول عملنا حملة أو مشاركة موظفي الهيئة في دعم الأفطار صايم على شكل مشاركة موظفي الهيئة في القيمة لمساعدته أو للمشروع نفسه والحمد لله كان فيه تجاوب كبير من موظفي الهيئة في مثل هذه طبعا استغلينا عام زايد أطلقنا أكثر من مبادرة غير الاجتماعية مبادرات صحية منها مبادرة التي أطلقت في رمضان مبادرة الكلة فصار في تنسيق مع قسم الكلة في مستشفى دبي ومع مركز تخصوصي لمستشفى غسيل الكلة ويتم تغطية تقريبا 16 حالة طوال السنة بمسألة الغسيل بالنسبة لمرضى الكلة ومتابعتهم وعملنا لهم برنامج علاج متكامل يعني من زراعة القسطرة لغاية الغسيل لغاية بعض الفحوصات والأدوية فعملنا برنامج متكامل لمرضى الكلة أطلقناه في بدايات رمضان العيادة التطوعية الحمد لله صارنا فيها تأخير سبحان الله تأخير في وقتها أطلقناها في يوم زايد للعمل الإنساني اليوم كانت أول عيادة تقريبا وأول حالات الإنسانية أنا كنت تونياي من هناك والحمد لله يعني فيه شكل ما تقول إيجابية بين المورضين وأشكر الدكتورة طبعا مونة أهلك كانت هي افتتحت العيادة اليوم كمبادرة أولى يعني خصصناها في رمضان أن تكون من ثمان لين تسع قبل الدوام الرسمي للعيادات والحمد لله يعني كان فيه سلاسة في وهذا جهد تطوعي حتى من الدكاتورة والكادر الطبي ككل يعني أن يتواجد قبل الدوام بساعة بس علشان يشوف مثل هذه الحالات مجانا طبعا كان عدد من الحالات يعني إحنا اليوم كان الحالات اللي كانوا لا يعني مهيئين أو يعني أوراقهم الرسمية والأشياء جاهزة جاهزة والتغريرهم الطبي هذا فكان عدد من الحالات اللي ينشافوا اليوم طبعا كان فيه عدد من المورضين والتسجيل وهذا الإجراء العيادة الكاملة اللي هي اليومية بس قبل الدوام الرسمي أو قبل افتتاح العيادة الرسمية والحمد لله إحنا من خلال طبعا تسويقنا للمبادرة العام الماضي كانت فحوصات عادية أو يعني في يومية الآن زدنا البرنامج العلاجي للحالات للعيادة التطوعية لأمراض النساء طبعا فصارت أنه باكيج متكامل يعني من الفحوصات نوصل لغاية تشخيص المريض حتى لو يحتاج لعملية إزالة ورام أو وعملية هذا فنحن وصلنا لها المرحلة إن شاء الله خصصنا لإطلاق المبادرة تقريبا نصف مليون إن شاء الله يعني كبداية كبداية للمبادرة وإن شاء الله المبادرة يعني المتبرعين والذى إن شاء الله نشوفوا النتائجة إن شاء الله على الواقع إن شاء الله سالم يعني أنا ألاحظ يعني أحيانا لما زوركم المكتب وكذا حتى أنتو توفرون يعني الدواء للمرضى المعسرين نشوف إن تعطونه مكياس فيها أدوية فيها كذا للمرضى المعسرين أبغي تكلم عن هذا الجانب الخدمات اللي أنتو توفرون بشكل عام في هذا الموضوع لأنه أبغي خصص آخر فقرة لإن شاء الله للحديث عن واحدة من المبادرات الخاصة بعام زايد بس على السريع شو هي الخدمات أبرز الخدمات اللي توفرونها طبعا البرامج اللي حنا عنا اللي هي شكل ما تقولت البرامج الدوائية والبرامج الدوائية هي تعتبر يعني من أقوى مبادرات المكتب طبعا مع شركانا الاستراتيجيين وهي طبعا إحنا لغاية الحين يمكن نغطي أكثر من 55 برنامج دوائي والبرامج الدوائية هي الأمراض الخطيرة المزمنة مثل السرطانات مثل التصلب اللويح صحيح يعني هذا فوق أنه مريض بعد وما عنده شسمه بيزات أنه يوفر الدواء طبعا إحنا حتى شقين يعني غير الأدوية مثلا مريض يشخص أو مريضة شخص سرطان ثدي أو تحتاج كورس علاجي قبل مثلا إزالة الورم وهذا فالبرامج المتوفرة عننا نحن نتغطي أكثر من 70 أو 80% من تكلفة الكورس العلاجي هذا بعد تغييم الحالة طبعا ونحن ندخل في مسألة حتى التحاليل العمليات بالنسبة للمرضى هذه فنقول نحن المريض ليش الهم الدواء إذا دخل في برامجنا الحمد لله إن شاء الله تعالى الله يعني يكتب في ميزان حسناتكم أنا بس يعني أذكر أنه عندنا دقيقتين بس لإستقبال الإجابة على سؤال حلقتنا اليوم السيد سالم الآن واحدة من المبادرات اللي أنتو أطلقتوها الجديدة أنا ما بقول اسمها بغير بترك لك الإعلان عن هذه المبادرة اللي هي أصلا يعني موجهة كذلك إلى من خلال موظفي هيئة الصحة بدبي طبعا شكرا ما قلنا نحن دور الهيئة أنها يعني مجتمعية وإنسانية إلى جانب العمل الصحي والعلاجي يعني يعني من المبادرات عام زايد نحن واحدة من المبادرات عام زايد نحن كنا حطينا الوقف لموظفي هيئة الصحة على أساس أن الموظفي الصحة يشاركون في وقف مشترك يعني للحالات يعني ونختار المشروع هذا فصادفا في يوم زايد للعمل الإنساني يأتي الفكرة أن احنا نطلق مبادرة سميناها طوي زايد وهي تهدف لحملة لحفر أكثر من مئة طوي بس عشان فسر طوي يعني بير بير ما يعني فطوي بالمحلي يعني على أساس أن نرمز للهوية الوطنية وللشيخ زايد لله يرحمه ففي يوم زايد للعمل الإنساني احنا طلقنا حملة طوي زايد بتكون هي أكثر من مئة بير ماي تتوزع على أكثر من دولة تحتاج للمشاريع هذه وطبعا بالتعاون مع جمعية دار البر بتكون في حملة متكاملة لموظفي هيئة الصحة يكون هو وقف عن الموظف عن والدي عن أهله يعني بشكل عام ووقف بيكون باسم قائدنا طبعا لهو يعني رمزنا نحن في العمل الإنساني والعمل الخيري فاختارينا اسم طوي زايد يرمز لدور الشيخ زايد في العمل الإنساني والعمل الخيري وإلى جانب أنه في يوم زايد العمل الإنساني وقتفت له مئة طوي على مئة أولي على مئة أولي طبعا نحن فصارت أنها المناسبة ارتبطت ويا أكثر من هدف إن شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم هاي مبادرة جيدة طيب إذا حد من المستمعي يبغي شارك معانا في هذا الوقت هو نحن فاتحين المجال يعني احتمال بعد أن نحن الأمياه تكون أكثر فاتحين المجال الحملة بتستمر تقريبا ثلاثة أشهر وعلى أضوها بنحدد نوع الآبار اللي بتنحفر والدول اللي بنختارها يعني ولا إن شاء الله بتغطونا من أول شهر إن شاء الله يا رب لأنه يعني دائما ما نقول إنه عمل الخيري يعني مرسخ في من القيم الراسخة أصلا في الإنسان الإماراتي وحتى المقيم كذلك على هذه الأرض الطيبة بتحصل خلاص يتطبع بهذا الطبع ويمشي على نفس هذا النهج طيب أنا بوقف بس استقبال الأسئلة على الأجوبة على سؤال حلقتنا اليوم سؤال حلقتنا كان يقول عند تعرض المريض لوعكة صحية بسيطة يتوجه إلى أقرب مركز صحي أنا استغرب حديثة الرشيد الطواري نحن نقولكم وعكة صحية بسيطة تروحون أقرب مركز صحي إذن إلي ما يساولون عملية السحب السلام يعني في مبادرات كثيرة نحن في شيء نسينا نذكره كذلك من خلال حديثة عن مبادرات عام ساعدة أو شيء تبقى تضيفه؟ هو طبعا شكل موقع نحن كان عندنا القلب وأريد يعني الحمد لله بادي نطور المبادرة اللي أطلقناها في رمضان هي الكلة وغرفة الآي سيو وهذه بعد أو سرير الآي سيو أو سرير العناية هذه من المبادرات اللي أطلقناها في رمضان طبعا قسناها من خلال المختصين طبعا أنه شو الحاجة بالنسبة يعني نقدر نطلقها في مثل هذه المبادرات يعني فخذينا منهم يعني تكلفة سرير للعناية المركزة بالنسبة للمريض وكم يعني نقدر نغطي يعني بالنسبة للمريض العادي فطبعا نحن طلعنا بشكل ما تقول ببرنامج أنه سرير للآي سيو أو سرير العناية المركزة تقريبا يكلف مع بعض الأدوية خمس تلاف زرهم في اليوم ويعني الأكثر يعني كم يقدر يقضي المريض فيها يعني أو يتوقع أن يكون موجود في الآي سيو تقريبا عشر تأيام فحسبنا خمس تلاف في عشر تأيام للمريض الآي سيو تتقطع من خلال المبادرة هذه ما شاء الله فهي كفالة سميناها كفالة سرير عناية مركزة يعني ما شاء الله طيب أيضا اللي حابين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإنسانية اللي انتوا تقدمونها يتواصلون معاكم عبر مكتب الخدمات الإنسانية سواء من رجال للأعمال أو من خلال حتى الأفراد سأستعلم باللاحج نحن شكري لك هذه الوقتك أول شيء نحن تريد هنا في الإذاعة ونتمنىكم التوفيق دائما في كل مبادراتكم القيمة حقيقة اللي تضفي يعني الجوانب الحقيقية اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي من خلالها إلى المجتمع فكل الشكر لكم شكرا يا خلال شكرا سأستعلم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة طيب الفائز معانا اليوم بخمسمائة درهم حمدان شطيط حمد ألف مبروك حمدان شطيط حمد وعن نبعد كذلك الفائزة بباقة الفي آي بي قسيمة الفي آي بي من الفحوصات الطبية في مستشفى الزهرة بدبي ليلاس مهند مهنة ألف مبروك لحمدان خمسمائة درهم وليلاس باقة الفحوصات الطبية لكبار الشخصيات طيب وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم باتر إن شاء الله من استقبلكم من خلال حلقة يديدة ومواضيع قيمة حتى ذلك الوقت خلونا نشكر بعد فريق العمل كانت معنا في الإعداد اليوم نور نزال في التنسيق إسراء الهاشمي وشكرا لك أيمن سرحيل وهذه تحياتي محددكم أحمود يوسف العري وحتى أن ألقاكم في الغد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي